بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني لبلاده وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهالي لخادم الحرمين الشريفين مقرونة بدعوات جلالته لله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية السعيدة على الشعب السعودي بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة كما بعث صاحب الجلالة برقية تهنئة بذات المناسبة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية لولي العهد السعودي عن تهانئه الحارة سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية السعيدة على الشعب السعودي الشقيق بمزيد الرفعة والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر